على الرغم من عدم وجود أو أعلان وجوده في سانت بيترسبورغ التي تصدف القمة الروسية الأفريقية ظهر مؤسس مجموعة فاغنر إفجيني بريكوتجين في صورة مع ممثل جمهورية أفريقيا الوسطى في القمة والتي نشرها الأخير على موقع فيسبوك يتصق هذا مع ما كشفته تقارير عدة عن حضور قوات فاغنر في دول أفريقية من ضمنها أفريقيا الوسطى لتقديم خدمات أمنية لسيما قرب حقول الذهب والمعادن الثمنة الأخرى وبالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية أكد المدير العام لوكالة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية أن التعاون الدفاعي مع الدول الأفريقية وصل إلى مستويات الحقبة السوفيتية وأضاف في تصريحات صحافية أن موسكو لديها شركات دفاعية مع ما يقرب من 43 دولة أفريقية حيث تمد روسيا هذه الدولة بمختلف المعدات العسكرية إضافة إلى تحديث ما لديها من معدات سوفيتية قديمة المسؤول الروسي قال أيضا أن طلبات الأسلحة المسجلة من الدول الأفريقية تشكل نحو 20% من كامل طلبات التي تتلقاها الوكالة الروسية وتوقع أن ينمو مؤشر الطلب الأفريقي على السلاح الروسي من خلال الاتفاقيات التي ستعقد في القمة مشيرا إلى أمكان توقيع عقود أخرى بعد تلبية احتياجات القوات الروسية والانتهاء من كافة مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا السلاح الروسي في دول القارة الأفريقية كان حاضرا ولا يزال منذ سنوات عدة حتى بات يزاحم الأسلحة الأمريكية والأوروبية وحتى الصينية نتعرف إلى حجم هذا التسليح في أرقام حفظت روسيا وعلى مدار سنوات طويلة على علاقات عسكرية جيدة مع العديد من الدول الأفريقية شمل هذا التعاون مبيعات الأسلحة واتفاقات التدريب فعلى المستوى الرسمي وقعت روسيا ما لا يقل عن 21 اتفاقية عسكرية مع دول إفريقية منذ عام 2015 أبرزها أنجولا وتشاد وإثيوبيا وغينيا ونيجيريا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر توريدا للأسلحة الروسية الجزائر والتي باتت تستورد ما لا يقل عن 80% من إجمالي عقود التسليح من روسيا أما مصر فتحتل المرتبة الثانية في إفريقيا الأكثر شراء للأسلحة الروسية ووفق أرقام معهد استوكولم لأبحاث السلام بين عامي 2018 و2022 استحوذت الأسلحة الروسية على 34% من قائمة مورد السلاح لمصر يأتي السودان في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر الدول الإفريقية الأكثر تسلحا من روسيا ووفق معهد استوكولم وعدت روسيا الجيش السوداني مطلع هذا العام بتحديث ترسانته العسكرية مثل مقاتلات سوخوي 35 في حال استكمال اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية على سواحل البحر الأحمر لكن هذه الاتفاقية واجهت عراقي لعدة ووفق أحدث أرقام معهد الدراسات الحرب بلغت نسبة واردات إفريقيا من السلاح الروسي نحو 50% من إجمالي صفقات الأسلحة في معظم القارة وهو نفوذ يزاحم نظيره الأمريكي والأوروبي وحتى الصينية